الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله والصلاة والسلام الأتمان الأطهران على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه ورحمةً للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدة أما بعد أيها الإخوة الكرام ذكرت في خطبتين ماضيتين مقدمةً عن أهمية معرفة الله عز وجل وذكرت لكم بأن المعرفة أول واجب على المكلفين وكيف يستطيع الإنسان إذا عرف الله عز وجل أن يعيش هذه الحياة الصعبة بمصائبها ومتاعبها ولأوائها والسؤال الذي يطرح نفسه كيف أتعرف على الله عز وجل ما هي الطرق التي من خلالها أستطيع الوصول إلى معرفة الله عز وجل وقد قالوا قديماً الطرق الموصلة إلى الله عز وجل بعدد أنفاس الخلائق فالطرق التي توصلنا إلى الله تبارك وتعالى طرق كثيرة أول طريق يتكلم فيه أهل العلم من الطرق التي توصل إلى المعرفة هو معرفة النفس فمن عرف نفسه فقد عرف ربه فإذا عرف الإنسان نفسه بضعفها وفقرها وحاجتها عرف ربه بقدرته وغناه سبحانه وتعالى فالطريق الأول الذي يركز عليه علماء التربية كما ذكر الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله تعالى الطريق الأول الذي يوصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى أن يعرف الإنسان نفسه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فهناك ارتباط وثيق بين المعرفتين معرفة النفس ومعرفة الله تعالى ولما سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن تعريف الفقه ما الفقه يا أبا حنيفة؟ قال الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها فإذا عرف الإنسان نفسه عرف الإنسان ربه تبارك وتعالى النقطة الأولى في معرفة النفس أولاً أيها الإخوة الكرام عندما خلق الله عز وجل الإنسان خلقه محتاجاً فالعلماء يقولون يستطيع الإنسان من خلال حاجة نفسه أن يتعرف على ربه تبارك وتعالى فالإنسان مخلوق محتاج مخلوق غرز الله عز وجل فيه الحاجة وزرع الله عز وجل فيه العبودية فعندما أعلم أني محتاج أتوجه إلى الجهة التي تغطي حاجاتي كلها فكل إنسان وكل محتاج يبحث عن من يسد عوزه ويبحث عن من يقضي حاجاته فالله عز وجل خلقنا ضعافاً خلقنا محتاجين لذلك ترى الناس على مر التاريخ منهم من يعبد حجراً منهم من يعبد شجراً منهم من يعبد وهماً وخرافاً منهم من يعبد ناراً وكل عابد من هؤلاء العباد إنما قصد المعبود بالعبادة من أجل قضية واحدة أن يغطي الذي يعبده حاجاتي فالدين أيها الإخوة الكرام فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها كما أن الإنسان بحاجة إلى الطعام لا يستطيع أن يعيش بلا طعام كما أن الإنسان بحاجة إلى الشراب بحاجة إلى المأوى بحاجة إلى الحماية فهو بحاجة إلى أن يتوجه إلى جهة تقضي حاجاته فمن عرف نفسه بحاجاتها عرف الله عز وجل أن أعرف أني محتاج هو طريق أساسي في معرفة ربنا تبارك وتعالى لذلك ذكرت لكم مرة في خطبة وهي حاجة الناس إلى التدين علماء التاريخ يقولون على مر الدهور وجد مجتمعات لا جامعات فيها وجد دول لا مشافية فيها وجد قرى لا مدارس فيها لكن على مر التاريخ كله لم يوجد مدينة ولم يوجد مجتمع ليس فيه دار للعبادة بغض النظر من الذي يقصد بالعبادة في هذه الدار فحاجة الإنسان إلى التدين وإلى التوجه إلى من يقضي حاجاته ويغطي رغباته حاجة نفسية حاجة فطرية حاجة غريزية كحاجة الإنسان إلى الطعام والشراب والمأوى فإذا عرف الإنسان أنه محتاج هذه نقطة البداية للانطلاق إلى المولى تبارك وتعالى لاحظوا كيف يقرر الإنسان قضية حاجة الإنسان إلى قضايا متعددة كيف يزرع القرآن الكريم ثقة الإنسان بفقره وضعفه وحاجته لينتقل من خلال ذلك إلى ربه قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم الخليل عن إبراهيم كعاقل لا كنبي مرسل كإنسان يفكر يريد أن يتوصل إلى الله عز وجل لا كمبعوث يوحى إليه قال الله عز وجل في سورة الشعراء حكاية عن إبراهيم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين لاحظوا كيف يستدل إلى حاجته إلى الله عز وجل من خلال حاجة نفسه قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أنا إنسان هكذا يقول إبراهيم أنا بحاجة إلى طعام بحاجة إلى شراب بحاجة إلى هداية بحاجة إلى إيجاد بحاجة إلى إمداد بحاجة إلى نجاة يوم القيامة فلما درست حاجاتي عرفت ربي تبارك وتعالى فمن عرف نفسه فقد عرف ربه من منا أيها الإخوة يدعي أنه غني لا يحتاج هذه القضايا التي يسميها العلماء أصول النعم التي يمدنا الله عز وجل بها خلقني يهديني يطعمني يسقيني يشفيني ينجيني يوم القيامة فمن خلال معرفة حاجيات النفس أتعرف على الله عز وجل وهذه النقطة الأولى النقطة الثانية من الحقائق المقررة قرآنيا أن الإنسان مخلوق ضعيف قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفة مو الإنسان أنا وأنت كل إنسان مهما بلغت قدرته ومهما على شأنه ومهما كثر ماله وعظم علمه ورسخت قدمه فهو ضعيف وهذا فرع عن النقطة الأولى الإنسان ضعيف والضعيف يحتاج إلى قوي لا يستطيع الإنسان أن يحمل إنسانا العاجز لا يحمل عاجزا فيحتاج الإنسان من خلال ضعفه أن يأوي إلى الركن الشديد فالزم يديك بحبل الله معتمدا فإنه الركن إن خانتك أركانه قد يدعي إنسان من الأناس وواحد من البشر أن يقول أنا غني أنا قوي أقول له أنت قوي بالمقارنة مع شخص آخر مثلك الإنسان قوته نسبية ليست قوته مطلقة لكن أين قوة الإنسان؟ أمام الزلازل أمام الأوجاع أمام الأمراض أمام الأوبئة أمام الآلام لا قدرة للإنسان ولا قوة للإنسان إلا إذا قارنته بإنسان إذا قارنتنا بعوامل الطبيعة وجدت الإنسان أكثر المخلوقات ضعفاً وهذه حقيقة مقررة اليوم واليوم شهدتم ضعف البشرية أمام الأمراض التي تنتشر بالأمس حرائق مصياف فرج الله عن أهلها قبل ذلك فيضان نهر النيل في السودان قبل ذلك أعاصر اليمن قبل ذلك انتشار وباء كورونا الذي أوقف الناس ضعفاً أمام حقيقة نفوسهم قبل ذلك الأزمات المالية يقف الناس حياراً لا يستطيعون أن يقدموا ولا يؤخروا فإذا كان الإنسان ضعيفاً أمام الأعاصير والزلازل والأوبئة والأمراض فكيف بقوة الإنسان أمام رب الزلازل ورب الأعاصير ورب الأمراض والأوبئة سبحانه وتعالى فنحن ضعفاء فالإنسان الذي يتأمل ضعف نفسه يتأمل حاجتها ومن تأمل حاجتها توجه إلى رب الحاجات ومقوي الضعفاء سبحانه وتعالى فالإنسان أيها الإخوة إذا تحقق بنفسه وهذا الذي يقوله ابن عطاء الله السكندري يقول تحقق بأوصافك يمددك بأوصافه تحقق بضعفك يمددك بغناه تحقق بفقرك تحقق بضعفك يمددك بقوته تحقق بذلك يمددك بعزه فمعرفة النفس هي التي تستجلب قوة الله وقدرة الله إذا تعلم الإنسان أن النفس جاهلة لا علم لها إلا من العالم المطلق فقيرة لا غنى لها إلا من الغني المطلق ضعيفة لا قوة لها إلا من القوي المطلق عاجزة لا قدرة لها إلا من القادر المطلق محدودة لا تخرج عن محدوديتها إلا باللا محدود المطلق سبحانه وتعالى فمن عرف حاجة نفسه وضعفها عرف ربه تبارك وتعالى وهذه نقطة ثانية إذا معرفة النفس هي الطريق إلى معرفة الله عز وجل لاحظوا أيها الإخوة الكرام نحن نقرأ القرآن عشرات الآيات ترسخ في نفوسنا أننا ضعفاء قال الله عز وجل اسمع القرآن الكريم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله القرآن ما قال أنتم الفقراء فقط ربما تقول أنا فقير لكن فقير إلى شخص واحد من البشر القرآن يقول أنتم الفقراء إلى الله حصرا إذن أنا لا أعيش ولا أستطيع أن أسير ولا أستطيع أن أحيا دون أن أرتبط بالله تبارك وتعالى أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد قال الله عز وجل في سورة مريم أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا قال الله عز وجل في سورة الدهر في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورة طيب صار الإنسان شيئا مذكورة قال الله عز وجل بعد أن خلق الإنسان في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا شايفين الآيات كيف ترسخ أنني ضعيف والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون آيات متتابعة تقرع القلب قرعا لترسخ مفهوم الضعف عند كل واحد مننا فلا يخالف في هذه الحقيقة إلا جاهل هتر أحمق أو إنسان مكابر والعياذ بالله تعالى كل آيات القرآن الكريم ترسخ فينا أننا أصفار لا قيمة لنا إلا بالواحد الآن لو وضعت صفرا بجانب الصفر بجانب الصفر مليون صفر ما قيمتها قيمتها صفر لا قيمة لها إلا إذا وضعت بجوارها واحدا تستمد الأصفار قوتها من هذا الواحد نحن أصفار حقيقة يا أخوتي لا تنزعجوا نحن ضعفاء لم يكن شيئا مذكورا لا قيمة لنا إلا إذا أسندنا إلى الله عز وجل إلى الواحد سبحانه وتعالى آخر قضية الإنسان أيها الإخوة كيف ما عاش هو يسير إلى الله عز وجل ولو كان في الظاهر يسير إلى مستقبله فهو يسير إلى ربه وهذا إذا تحققت نفس الإنسان فيه استحيت من الله عز وجل فتعرفت على رب النفوس تبارك وتعالى قال الله عز وجل لقاء حتمي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كادح يعني ساعي يعني أيها الإنسان أنت تسعى في الظاهر تسعى إلى ثروتك تسعى إلى شهادتك تسعى إلى مالك تسعى إلى تجارتك القرآن يقول أنت تسعى إلى ربك ولو لم تشعر أنك تسعى إلى ربك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت أيها السادر قل لي أين ذاك الملكوت كنت مطبوعا على النطق فما هذا السكوت أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خفوت لا سميع يفقه القولة ولا حي يصوت فلعمري ليس فيها غير تقوى الله قوت قوت الإنسان أن يتعرف على ربه تبارك وتعالى فهناك لقاء لله كلنا سوف يلاقيه ألا إلى الله تصير الأمور إنا لله وإنا إليه راجعون وأن إلى ربك الرجع إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه لاحظ ترسيخ القرآن الكريم نهاية الرحلة وحتمية اللقاء لرب العالمين تبارك وتعالى من عرف نفسه فقد عرف ربه اللهم عرفنا نفوسنا لكي يكون طريقا إلى معرفتك إنك سميع قريب مجيب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفروا ترجمة نانسي قنقر